محور الثقافة سأتناول موضوع مراكز الدور الذي يمكن أن تلعبه مراكز الشباب في إثراء العمل الثقافي مراكز الشباب وأيضا مركبات المركبات الثقافية هي عبارة عن مجمعات الثقافية حاليا هذه المراكز وهذه المركبات تعرف حركة نشطة إلى حد كبير ولكن في مجالين في مجال المصرح والسينما وفي بعض الأحيان نوع من الحفلات للتكريم للعاملين في هذين المجالين أي في مجال السينما ومجال المصرح ولكن في ظني أن هذه المراكز يمكن أن تتحول حقيقة إلى مراكز ذات طابع شامل وتستفيد منها فئات كثيرة جدا كما هو الوضع في الدول المتقدمة ما هو الوضع الذي يفترض أن تكون عليه هذه المراكز حتى تصبح تماما كمراكز كما قلت في الدول المتقدمة سواء كان في الدول الأوروبية أو في أمريكا وقد عاينت شخصيا هذه التجربة وهو تجربة في الحقيقة فريدة ومفيدة إلى أبعد الحدود ما هي؟ تتحول المراكز هذه في الواقع إلى خدمات شاملة في المجال الثقافي بمعنى آخر يكون هناك مكتبة والمكتبة الآن بطبيعة الحال تكون إما مكتبة تشمل على كتب ورقية وأيضا كتب إلكترونية بمعنى آخر أنه من يستعمل المكتبة يستمع إلى كتب تكون صوتية وهذه التقنية الآن متاحة وفي الوقت نفسي إذا أراد كتب ورقية الأهم في هذا الأمر أن تكون داخل هذه المكتبات هناك جميع المراجع التي يحتاج إليها الشباب الذين يتابعون دراستهم في جميع المراحل أكثر من ذلك يمكن أن تكون هناك دروس خاصة في مجال اللغات ونحن نعرف الآن هناك اهتمام كبير جدا باللغات إلى حد الآن يمكن أن نقول أن الإنجليزية أصبحت منتشرة انتشار كبير جدا على حساب الفرنسية والإسبانية وهناك أيضا عودة واهتمام باللغة الإسبانية فلنتقيل أن هذه المراكز أصبحت توفر ثقافات باللغات الحية وهي العربية بطبيعة الحال إضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية بالتأكيد ستكون هناك فائدة كبيرة وكبيرة جدا إضافة إلى ذلك هناك في هذه المراكز يمكن أن تكون هناك قاعات سينمائية قاعات سينمائية تستوعب عدد يعني معقول لأنها لا يمكن أن تكون قاعة شبيهة بالقاعات السينمائية الموجودة في بعض المدن ولكن قاعة صغيرة إنما تكون هناك فعلا مهيئة لتعرض أفلام سينما جزء أصيل من الثقافة إضافة إلى ذلك لا يمكن أن نقول بأنه إنشاء مسارح لأن هذه مسألات صعبة ولكن على الأقل ممكن أن تكون هناك صالات من أجل التدريب المسرحي أي من أجل إجراء البروفات لمسرحيات إضافة إلى ذلك المحاضرات واللقاءات ذات الطابعة الثقافي يمكن لهذه المراكز أن تستوعبها إذا هيئت أو أعدت لهذا الغرض أكثر من هذا في بعض الأحيان أنشطة ذات الطابعة الاجتماعي لأنه في كثير من الأحيان هذه الأنشطة حقيقة تواجه مشكلة في مسألة المكان لو تخينا أنه كل بلدية استطاعت أن تنشئ لأن الأمر لا يمكن أن يكون وقفا على ودارة الثقافة تنشئ مراكز تابعة للبلدية بهذا المعنى الشمولي أي مركز فيه كل شيء فيه المكتبة فيه السينما فيه قاعات التدريب فيه المحاضرات فيه حتى أجهزة الكمبيوتر للاستعمال الشخصي آنذاك ستمتص في الحقيقة الكثير من الظواهر السلبية هكذا أرى رؤية لهذا الأمر وبالتالي أعتقد بأن ستكون هناك فائدة كبيرة وكبيرة جدا مع تلحة جبريل